أهلا وسهلا فيكم من جديد رح يكون معنا العميد الدكتور عماد الغزاوي مدير مستشفى الحسين المدينة الطبية نحن نتحدث أكثر عن فيروس كورونا وعن تدعيات هذا المرض نعم صباح الخير أولا ويعطيك ألف عافية وشكرا على وجودك معنا اليوم يعني بهذه الفترة يمكن الناس حابة دائما تطمن تسمع حكي فأولا شو ممكن توجه كلمة في بداية هذه المقابلة حياكم الله اليوم يعني من المفارقات اللي شفتها أنه WHO المنظمة الصحة العالمية ذكرت سبع دول في العالم مسيطرة على الكورونا زائد إنها تقوم بكافة الاحتياطات وهي النرويج، فنلندا، السويد، الدنمارك، سنجابور والأردن بدون ترتيب يعني كلها بعملوا هذا الشيء وهذا فخر إلنا جميعا وحقيقة الخطوات التي أخذت من قبل الحكومة والقوات المسلحة الأردنية كانت مفخرة وصحيحة علمياً مئة بالمئة ونتمنى على الله السلامة للأردن والأردنيين جميعاً أمين أتحدثنا عن هذا الفيروس، نحن نشوف هناك الكثير الحديث عنه والعديد بحكي لك ممكن ينتقل بأكثر من طريقة وأيضاً مدة حضانة هذا المرض وأيضاً الأثار من خلال هذا المرض أتحدثنا عنه ستي الكورونا فيروس بشكل عام هاي عبارة عن عائلة كبيرة مجموعة وهاي العائلة من زمان بتصيب المرضى عادة في أربع أنواع من هذا الفيروس إلها فترة طويلة بتصيب برشح اللي منسميه الكومون كولد وعادة الجميع يشفى ولكن هذا النوع الجديد اللي اسمه كوفيد 19 اكتشف في سبتمبر السنة الماضية يعني 2019 طبعاً هو لا ينتقل عن طريق ترجمة نانسي قنقر